لا يمكنني أن أصدق كيف أنك زرتنا بل وأغرقت أرواحنا عشرون ليلة بوابل من الرحمات والغفران والآن تخبرني بأنك حزمت أمتعتك استعدادا للرحيل أتريدني أن ألوح بيدي مودعا لأجمل أيامك يا رمضان أو تريد مني أن أنتظر حولا كاملا لتعود بصحبة أشواقك لا وربي لا أقوى على البعد لا أقوى أيا جنات النعيم أيا جنات النعيم أتراني فست بك وبأنهارك الجاريات وأشجارك اليانعات وحورك الساحرات أم أنني لم أعتق من لظى النار بعد أيا جنات النعيم فلتخبر الله عني أخبر الله أنني ما صمت رمضان إلا احتسابا أخبريه سبحانه أنني ما قمت الليل إلا خوفا وطمعا أخبر الله ليفتح لقلبي أبواب الريان ليصفح عني ليسامحني على ما كان من لوعة ذنبي ولتخبر الله بأنني سأتشبث بتلابي بما بقي من نفحات رمضان نعم سأتعلق بها بكل قوتي وحتى أنت يا رمضان أتراك ستشهد لي يوم الزحام أريدك أن تشهد لي بأنني سأفني عمي في أيامك العشر الباقيات لن أفارق يدك سأمسك بك جيدا سأدعو كثيرا عندما غيب شمسك سأبكي حبا في جوف ليلك سأبكي لأنني قد لا أراك ثانية وهل يضمن أحدا رؤية ابتسامة ثغرك مجددا يا رمضان سأفعل وسأذكر شلالات الفرح التي تنتظرني سأذكر بأن بعد صبري سأرى سندسا واستبرق وحينها كيف ستقسو حياتي بعد رضاك يا الله أيا ليلة القدر أسألك بالله لا ترحلي إلا وقد قطعت خطيئاتي إربا إربا وغمست قلبي في شلالات النقاء ليعود أبيضا عذبة فما حالي إن لم تفعلي أياما آنست قلبي أياما معدودات أتراني سأراك ثانيا أوقن بأنك إن غبت عن ناظري فقد يكون لقاء أخيرا لذا سأحبك يا رمضان في عشرك الأخيرات أكثر سأحبك كما لم أفعل يوما وسأرتجي يوما أقول فيه عودا حميدا يا حبيبا طال غيابه واشتاقت جدران القلوب لطهره عودا حميد يا حبيبا طال غيابه واشتاقت جدران القلوب لطهره شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر